أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا غزى المسلمون المشركين يقول إذا غزى المسلمون المشركين ووجدوا وسلم بعض ووجد بعضهم يقول وسلم بعضهم أنفسهم فماذا يفعل بهم حيث أنهم ليسوا من أهل الكتاب هل يطلب منهم دفع الجزء هذا يرجع إلى ولي الأمر ولي الأمر المسلمين إذا كان هؤلاء الغزو بأمر ولي أمر المسلمين وإلا ما لهم اعتبار إذا كانوا من أنفسهم يقاتلون بدون بدون ولي أمر يخطط لهم ذلك ويأمرهم وسيرهم الجهاد منوطن بولي الأمر يا أخوان ما هو بهوى الناس والجماعات ولا منوطن بولي أمر المسلمين وإلا فهو إفساد وليس بجهاد سفك للدماء وليس فيه مصلحة نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر